السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبات وطالبات الصف السادس الابتدائي نهاردة ان شاء الله هنعرض فصل جديد من فصول قصة علي مبارك هنتابع مع بعض أحداث الفصل السادس وهو بعنوان وزير التربية والتعليم علي مبارك وزير التربية والتعليم وقفنا في الأحداث في الفصل السابق عند جليس بيك لما كان داعي عنده مجموعة من الأمراء والضباط وكان علي مبارك قاعد معيهم هو وسليمان باشا الفرنسي وأثناء جلوسهم أو أثناء هذا المجلس اللي حصل جاء لهم مكتوب وارد بالإشارة من عباس باشا بيطلب فيه حضور علي مبارك حالا إلى القاهرة وقعدنا نقول يا طرع عباس باشا عايز علي مبارك للحضور حالا ليه؟ هنعرف من خلال أحداث الفصل ده أن علي مبارك هيمسك منصب أو هيتولى منصب من أهم المناصب التعليمية في الوقت ده وهنشوف عباس باشا عايز إيه منه أو هيتطلب منه إيه قبل ما يمسك هذا المناصب هنشوف مع بعض وهنتابع أحداث الفصل زي ما احنا متعودين في الفيديو نركز مع بعض وبعدين هنتابع أو هنعرض الأسئلة والنقش وكان علي معروفا بساعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من الأعمال وإن لم تكن في تخصصه الهندسي فأسندت إليه أمور عجز غيره عن النهوض بها فقام بها خير قيام مما زاد الثقة به والاعتماد عليه ومدى صاعدا في درجات المجد التي كان يتمناها حتى أسند إليه عباس أكبر منصب في ميدان التعليم فتعال بنا نرافقه في هذا الميدان لنرى كيف أداره ذلك المهندس القدير ونال فيه أعظم تقدير لم يكن للمدارس المصرية حين ذاك قانون ينظم سير التعليم فيها ويؤدي الفائدة منه فأراد عباس أن يدعى لها ذلك القانون ولما كلف بعض المختصين بوضعه لم يستطيع أن يحقق الرغبة المطلوبة منه فدع العالم الجليل عالي مبارك وأسند إليه ذلك العمل فوضعه وعرضه عليه فنال إعجابه وهنأه على قدرته ودقته وأنعم عليه برتبة الأمير اللهي وعينه ناظرا للمدارس فكان أول وزير مصري تولى هذا العمل وكان من قبل ذلك في أيدي الأجانب يعبثون فيه كما يشاءون وقد أعطى ذلك العالم الفاضل التعليم أكبر رعاية وأجلها فكان يضع بنفسه الكتب للمدارس أو يعاون المعلمين في تأليفها ولم تشغله أعماله الكثيرة عن الإشراف على مأكل التلاميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم فيعلم بنفسه التلميذ كيف يلبس وكيف يأكل وكيف يقرأ ويكتب ويلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس وكيف يؤدب التلاميذ ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يصنع لينشأ التلميذ صحيحا واعيا قادرا على خدمة بلاده فلا يمضي يوم إلا ويدخل عند كل فرقة ويتفقد أحوالها ويشدد على الضباط والخدمة في القيام بأعمالهم خير قيام ولم يكفي ذلك آداء لواجب الوطن فكان يلقي دروسا في هذه المدارس أيضا بعدما تبعنا أحداث الفصل السادس هنشوف أهم الأسئلة أهم أسئلة هذا الفصل السؤال الأول بيقول لنا في بداية الفصل خالص عرض لنا بعض الصفات التي عرف بها علي مبارك ما الصفات التي عرف بها علي وما أثروها علي إيه هي الصفات وكان إيه تأثرها علي الصفات هي سعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته سعة اطلاعه يعني أنه دايما كان بيحب القراءة وبيحب يطلع على كل الأخبار والمعلومات الجديدة والعلوم الجديدة وغزارة علمه وثقافته كان علمه واسع وكتير وقدرته على إدارة ما يكلف به من الأعمال كان دايما لما بيكلف بأي عمل كان بيستطيع أن يقوم به على أكمل وجه طيب أثر هذه الصفات إيه؟ أنه كان يسند إليه أمور عجزة غيره عن القيام بها معروف الإنسان لما بيكون قادر على عمل أو على إدارة الأعمال بشكل جيد بيسند إليه يعني بنقوله أنت اللي إيه؟ أو بنكلفه بالأعمال الصعبة اللي ما يقدرش حد غيره يقوم بيها السؤال الثاني صف حال المدارس المصرية في ذلك الوقت؟ عباس باشا كان عايز يطور التعليم لأنه شايف أنه هو السبيل أو الطريق لتطوير الإنسان المصرية أو لتطوير البلاد طيب حال المدارس المصرية في الوقت ده كان عامل إزاي؟ كانت المدارس لم يكن لها قانون ينظم سير العملية التعليمية كانش فيه قانون ولا فيه أوقات ولا فيه موعيد كان أي حد عايز يعمل أي حاجة بيعمله التلاميذ عايزين يروحوا مش عايزين يروحوا المعلمين عايزين يدرسوا مش عايزين يدرسوا برحته ما كانش فيه قانون بينزم صير العملية التعليمية فيش موعيد ثابتة ما فيش كلام أو ما فيش منهج ثابت للإيه للتلاميذ وكان التعليم في أيدي الأجانب يعبثون فيه كما يشاءوا كان في الوقت ده الأجانب هم المسكين التعليم وبيعبثون فيه كما يشاءون يعني بيغيروا فيه زي ما هم عايزين السؤال الثالث من الذي أرسل في طلب عليه مبارك وبما كلفه احنا عرفنا من خلال أحداث الفصل إن اللي أبعثه أو اللي أرسله يطلب علي مبارك هو عباس باشا الأول حاكم مصر وكلفه بوضع قانون ينظم سير التعليم تعالى وحطيلي قانون عشان ننظم هذه العملية التعليمية اللي ملهياش قانون طيب عباس باشا الأول كان أسند هذه المهمة لحد قبل إيه قبل علي مبارك حاول يسندها المين من الذين كلفهم؟ عباس بوضع قانون التعليم قبل علي وهل حققه ذلك؟ يبقى هو قبل ما يبعث العلي مبارك كلف بعض الناس من هم الناس دول بقى؟ كلف بعض المختصين في مجال التعليم مجموعة من الناس العلماء والناس المسؤولين عن التعليم كلفهم بوضع هذا القانون لكنهم عجزوا عن وضع هم لم يحققوا ذلك ولذلك كلف عليه بهذا الأمر السؤال الخامس ماذا فعل عباس بعدما عجز المختصون عن وضع قانون التعليم؟ عمل إيه عباس بعدما لقى المختصين مش قادرين يعمله زي ما احنا عرفنا دعاء العالم الجليل عليه مبارك وكلفه بوضع قانون التعليم فقام عليه بوضعه ثم عرضه على عباس الأول فنال إعجابه يعني عجبه جدا وقال له أنه هو ده القانون اللي كان عبيح لم يقى أو اللي كان عايزه علشان يحقق الإيه التنظيم للعملية التعليمية عباس الأول أول ما شايف القانون ده وأعجب به أو نال إعجابه هيعمل إيه؟ بما كافأ عليه مبارك على وضع هذا القانون قدمنه مكافأة عظيمة أنه هو أنعم عليه بردبة الأميرة لاي والردبة دي كانت ردبة كبيرة أو تعتبر أعلى ردبة في الكيش أنعم عليه بردبة الأميرة لاي وعينه نظراً للمدارس نظراً للمدارس مش لمدرسة واحدة نظراً لكل المدارس يعني مسؤولاً عن جميع المدارس ودي الوظيفة اللي دلوقتي زي وزير التربية والتعليم فكان أول مصري يتولى هذا المنصب زي ما عرفنا أن كل أو التعليم كان قبل كده في أيدي الأجانب يبقى أول مصري يتولى هذا المنصب أو يكون مسؤول عن التعليم هو عليه مبارك سؤال رقم سبعة كيف اهتم عليه مبارك بالتلاميذ هيبدأ بقى علي مبارك يهتم بالتعليم لأنه هيحس أنه هو ده الرسالة اللي هيقدر يحققها فهيهتم بالتلاميذ وهيهتم بالمعلمين بكل الناس اللي موجودين في العملية التعليمية طيب اهتم الأول بالتلاميذ إزاي؟ عمل لهم إيه؟ كان يعلم التلاميذ كيف يلبس ويأكل ويكتب ويقرأ كان بنفسه بيقوم بتعليمه وكان أحيانا يشرح لهم الدروس بنفسه كان أحيانا بيروح بنفسه ويدخل الفصول ويشرح الدروس للتلاميذ لأنه شايف أنه هم دول الشباب المسؤولين أو اللي هيكونوا مسؤولين عن البلاد بعد كده فكان بيهتم جدا بكل حاجة تخصه طيب عندنا سؤال شامل بقى بيقولك ما مظاهر اهتمام عليه مبارك بالتعليم إزاي يهتم بالتعليم بشكل عام؟ هنقول إنه هو أولا اهتم بالكتب اهتم بالكتب إزاي؟ كان يؤلف بنفسه الكتب طبعا الكتب التعليمية اللي هي زي منهج الوزارة أو الكتب بتاعة الوزارة اللي معانا كان يقوم بتأليف الكتب بنفسه أو يساعد المعلمين في تأليفها كان بيساعد المعلمين علشان يحطوا مناهج صحيحة للتلاميذ يستفيدوا منها أكبر استفادة ثانيا التلاميذ زي ما قلنا كان شايف إنه هم أساس العملية التعليمية كان يشرف على مأكلهم وملبسهم وراحتهم وتعليمهم كان بيرفسه ويروح يشوفهم بيأكلوا إيه؟ لأن طبعا الطعام بيؤثر على العملية التعليمية الإنسان لما يأكل طعام صحي ويأكل طعام كويس بيكون بيستفيد بالعملية التعليمية أكبر استفادة يبقى كان يشرف على مأكل التلاميذ ملبسهم، راحتهم، تعليمهم ويشرح لهم الدروس بنفسه ويدخل عنده كل فرقة كل فرقة يعني كل مجموعة ليتفقد أحواله يبقى كان بيدخل للتلاميذ بنفسه يشوفهم أحوالهم إيه؟ محتاجين إيه؟ إيه لنقصهم في العملية التعليمية ويحقق لهم اللي هم عايزين ثلثا المعلم المعلم برضو من إساسيات العملية التعليمية هو المسؤول عن التلاميذ كان بقى يلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس كان بيدخل ويبص على المعلمين إزاي بيلقوا الدروس هل فعلا بيلقوا الدروس بطريقة صحيحة بيهتموا بأن التلاميذ كلهم يفهموا الشرح ولا لأ؟ وكيف يؤدب الطلاب ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يصنع؟ يبقى كان بيلاحظ المعلم فحكتين لقاء الدروس اللي هو التعليم وكيف يؤدب الطلاب اللي هو التربية علشان ما يطلعش حد متضايق من العملية التعليمية ولا يكون في حد زي زمان أو زي لما كان هو بيتعلم بطريقة خاطئة أو كان بيتعرض للإهانة ما كانش عايز الكلام ده يحصل مع التلاميذ ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يصنع يبقى كان بنفسه بيروح للمعلمين لو حد أخطأ أو عمل حاجة يرشده إلى ما ينبغي أن يصنع علشان ينشأ التلميذ نشأة صحيحة لشان يقدر يطلع نشأة صحيحة يعني مجموعة سليمة أو شباب قوي يقدروا يخدموا الوضع رابعاً الدباط والخدمة الدباط اللي هم المسؤولين عن أمن المدارس والخدمة الناس اللي بيقدموا الخدمة في المدارس كان يشدد على الدباط والخدمة في القيام بأعمالهم خير قيام يبقى كان دايماً يأكد عليهم على ضرورة القيام بالأعمال خير قيام يعني أفضل قيام أو على أفضل وجه سؤال كمان مهم جداً لماذا كان علي يهتم بالتلاميذ ويرشد المعلمين ليه كان بيهتم بالتلاميذ والمعلمين كان أكتر اهتمامه بيهم علشان إيه؟ علشان ينشأ التلميذ صحيحاً واعياً قادراً على خدمة بلاده هو ده السبب الأساسي المعلم لما يرشد التلاميذ ويكون واعي بالعملية التعليمية على أكمل وجه والتلاميذ لما يكونوا بيهتموا بتعليمهم ويهتموا بمعكلهم وملبسهم وكل حاجة ويقدروا أنهم ينشأوا نشأة صحيحة ويكونوا قادرين على خدمة البلاد في المستقبل عندنا شخصية رئيسية في أحداث هذا الفصل من هو وما دوره في الفصل؟ طبعاً الصورة مش مقررة علينا بس يعني قلنا نحطها بحيث أن احنا نتخيل الشخصية اللي بنتكلم عنها الشخصية دي هو عباس باشا الأول مين بقى عباس باشا الأول ده؟ عباس باشا الأول هو حاكم مصر طبعاً زي ما احنا عارفين وهو أراد أن يضع قانوناً للمدارس ولما يكلف المختصين بذلك لم يحققوا الرغبة المطلوبة منه يعني ما حقق أقولوش اللي هو كان بيحلم به فطلب من العالم عليه مبارك أن يضع ذلك القانون فوضعه ونال إعجابه وأنعم عليه برطبة الأمير الآي وعينه ناظراً للمدارس كده أحداث الفصل خلصت هنشوف مع بعض تدريب بيقول لنا أكمل العبارات الآتي كلف عباس الأول بعض نقط بوضع نقط كلف بعض المختصين مزبوط بوضع قانون ينظم سير إيه؟ سير التعليم أو العملية التعليمية في مصر فعجزوا عن ذلك عجزوا يعني لم يستطيعوا فكلف مين؟ فكلف علي مبارك فوضعه ونال إعجابه فمنحه رطبة الأمير الآي وعينه ناظراً للمدارس فأصبح علي مبارك أو كان علي مبارك أول وزير مصري للتعليم وكان التعليم قبله في أيزي مين؟ في أيزي الأجانب يعبثون فيه كما يشاءون تدريب تاني بيقول لنا ضع صح أو خطأ رقم واحد لم يكن للمدارس المصرية قبل علي قانون للتعليم المعلومة دي طبعاً صحيحة وهو ده سبب أن عباس الأول طلب علي مبارك ليضع القانون رقم اتنين تم تعيين علي مبارك ناظراً لمدرسة طرى طبعاً خطأ أو كان مدرس في مدرسة طرى قبل الأحداث دي كلها ولكن تم تعيينه ناظراً للمدارس المصرية كلها رقم تلاتة كان علي معروفاً بسعة اطلاع وغزارة علمه طبعاً صح رقم أربعة كان علي مبارك لا يعاون المعلمين في تأليف الكتب طبعاً خطأ قلنا أنه كان بيهتم جداً بالمعلمين وبالكتب وبالتلاميس أتمنى تكون أحداث الفصل واضحة بالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته